اهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد هذه تغطية مستمرة على القاهرة الاخبارية نتابع فيها مع حضراتكم طبعا تطورات العدوان الاسرائيلية على الربنان هنا سنركز ايضا في متابعة تدعيات انفجار مسايرة جنوبي حيفا وما تلى ذلك من استهدفات اخرى فقد افدت وسير اعلام بدوي صفرات الاذار في حيفا والكرمل على جانب اخر اعلن حزب الله قصفه بالمدفعية حركات لقوات الاحتلال قرب بوابة فاطمة في بلدة كفر كلا جنوبي ربنان اضاف حزب الله انه استهدف تجمعا لقوات الاحتلال في ثقنة ونين برشقة صاروخية واكد انه استهدف سرية من قوات الاحتلال اثناء محاولتها التسلل الى اطراف بلدة ميس الجبل جنوبي ربنان بوابل من القذائف الصاروخية والاسلحة الرشاشة واشار الحزب الى انه دارت اشتباكات عنيفة من المسافة صفر مع قوات الاحتلال ما ادى الى وقوع افرادها بين قتيل وجريح ثم انسحبت من المنطقة في الوقت ذاته اعلن حزب الله مسئوليته عن عملية اطلاق سرب من الطائرات المسيرة لانقضاضية التي استهدفت معسكر تدريب لواء جولاني في بنيمينة جنوبي حيفا شمالي اسرائيل اكد حزب الله اللبناني استمراره في الدفاع عن لبنان وفلسطين والقيام بواجبه لرضع الاحتلال الاسرائيلي هذا وكشفت وسائل اعلام اسرائيلية بان الطائرة المسيرة اطلقت صاروخا قبل انفجارها واوضحت ان المسيرة استهدفت قاعة تناول الطعام التي يستخدمها جنود جيش الاحتلال داخل القاعدة العسكرية ما ادى لارتفاع اعداد الجرحة افادت وسائل اعلام اسرائيلية بمقتل ثلاثة اضافة الى اصابة سبعة وستين اخرين اشارت الى ان العملية ناتجة عن هجوم بمسيرة اطلقها حزب الله من جنوبي ربنان اضافت ان الحزب نجح بخداع منظومة الدفاع الجوي واطلق رشقة صواريخ لتغطية على المسيرة افادت مرسلتنا ان القبة الحديدية اطلقت صاروخا اعتراضيا في حيفا تجاه مسيرة ثانية دون تفعيل سفرات الانذار اشتركوا في القناة 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 في الضاحية الجنوبية في بيروت ذاتها العاصمة وكسر الخطوط الحمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي يقابل استمرار الرشقات واستهدافات من قبل حزب الله إلى إسرائيليين أي المدنيين مقابل المدنيين كذلك الحال نتحدث أن حيفا لها دلالات أخرى متمثلة باستخدام صواريخ متوسطة المدى أي أن في جعبة حزب الله العديد من القدرات الصاروخية العسكرية وهذا ينافي الرواية الإسرائيلية التي تقول بأنها أجهزت على القدرات الصاروخية وسط تقبيرات أصلا من المنظومة العسكرية تقول بأن حزب الله يمتلك ما يزيد على مئة ألف صاروخ بعيد المدى ولربما يحمل رؤوسا متفجرة بأطنان كبيرة قد يصل إلى إيلات أي من شمال البلاد إلى جنوبهم عموما هذه العملية يقول العسكريون دانا طبعا وصلت بعمق سبعين كيلو مترا كان المتعارف عليه من قبل الاستهدافات تقريبا قبل حزب الله لمسافة أربعين كيلو مترا لأول مرة تصل هذه المسافة أحاول أيضا فهم تبعات هذه العملية في بنيمينة يعني الأخبار قالت أن جنود جيش الاحتلال هرعوا إلى المخابئ والملاجئ ماذا عن السكان؟ كيف تبدو الحياة بعد هذه العملية؟ وهذه الاستهدافات المستمرة على مدار الساعات الماضية؟ الهدوء الحذر يخيم على مدينة حيفا وضواحيها وخاصة أن الرشقات الصاروخية لم تهدأ منذ ساعات الصباح عليها كان هناك رشقة صاروخية كبيرة في ساعات الصباح الباكر قبل قليل في مداخلة سابقة قبل ساعتين حوالي كانت قد دوت سفارات الإنظار في مدينة حيفا وفي محيطها وهذا يدفع الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى إصدار تقييدات حتى وإن كانت مؤقتة إلى سكان هذه المناطق بضرورة التواجد في المناطق الآمنة المحمية وضرورة التوجه إلى الملاجئ لمدة لا تقل عن عشر دقائق حتى يتم الإعلان من قبل الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن انتهاء الحادثة كانت حيفا قبل فترة ضمن دائرة التقييدات التي فرضت من قبل الجبهة الداخلية وهذا يعني تعطيل العملية التعليمية تعطيل العمل هناك منع السكان من التواجد في المناطق المفتوحة وحتى تحديد أعداد التجمع للإسرائيليين في المناطق المغلقة ولكن فيما بعد الجبهة الداخلية الإسرائيلية كانت قد أخرجت حيفا من دائرة هذه التقييدات وأبقت على المستوطنات الملاصقة الحدودية ولكن تبعيات هذه العملية لربما يتعيد الجبهة الداخلية الإسرائيلية النظر من جديد في التقييدات التي تفرض ولكن حتى اللحظة لا تغييرات صادرة من الجبهة الداخلية الإسرائيلية على الرغم من هذا الاستهداف وتحديدا لهذا مركز التدريب التابع لجيش الاحتلال حتى أن إسرائيليا يقال بأن هذه العملية الأصعب منذ الثامن من أكتوبر على إسرائيل أولا بسبب فشل منظومة الدفاع الجوية وإسرائيل في رفع حالة تأخذ قصوى وتمكنت هذه المسيرة من اختراق كل منظومات الدفاع الجوية والبحرية وتمكنت من وصول إلى هدفها وهناك بعض التقديرات في الداخل الإسرائيلي بأن حزب الله بات يدرك أكثر كيفية تفعيل هذه الصفرات الإنظار أو أنظمة الدفاع من خلال التشويش على عملها بإطلاق رشقة صاروخية كبيرة فيكون هناك تشتيت لانتباه القبة الحديدية وفي ذلك تتمكن المسيرات من اجتياز وشق الطرق للوصول إلى أهدافها وكذلك الحال ياسر ضرب هذا مركز التبريب هذا يعني لربما كما يقال إسرائيليا بأن حزب الله يمتلك المعلومات الاستخباراتية الدقيقة التي تؤكد له أماكن تواجد جنود الاحتلال في مراكز التبريب وخاصة أن بعض المناطق وخاصة في المستوطنات الحدودية تم تحويل بعض المراكز الجماهيرية بعض البلديات وبعض المساكن التي تم إخلاء مستوطنيها منها إلى مراكز لكواجد وتحشدات العدو ولذلك الاستهدافات ما زالت مستمرة في المناطق الملاصقة والحدودية ونحن نتحدث أنه لربما منذ بداية هذه الحرب وهذا العدوان على جنوب لبنان هذا اليوم شهد أكبر عمليات مشنة من قبل حزب الله موجهة نحو الحدود الشمالية وإلى أبعد من ذلك ونتحدث إلى أبعد من 70 كيلومتر حيث حيفا وخليجها وعكا ونهارية والمناطق المحيطة فيها شكرا جزيلا للزميل دان أبو شمسية لكل هذه المعلومات من القدس المحتلة ورسلة القاهرة الإخبارية ونبقى بالصوت والصورة نتحول إلى حصبية من هناك في جنوب لبنان زميل أحمد سنجاب معنا الآن لو طلعنا على آخر الأخبار أحمد حزب الله يتحدث في بيانات متعددة عن عمليات استهداف بالصواريخ للمرة الخامسة لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة أيضا يتحدث عن قصف بالمدفعية لتحركات قوات العدو الإسرائيلي قرب بوابة فاطمة في بلدة كافركلة وعمليات مستمرة ما زالت تضرب في العمق الإسرائيلي آخر التحديثات لديك أحمد نعم بالفعل هناك العملية التي نفذت في حيفا بالمسيرات لم تكن الوحيدة ولكن هناك ثلاث عمليات نفذها حزب الله على مدار الساعات القليلة الماضية في حيفا ومحيطها وتعديدا في المناطق الجنوبية كانت هناك عملية في صباح يوم أمس تجاه قاعدة طائرة الكرمل في منطقة حيفا وتم استهداف هذه القاعدة برشقة صاروخية كبيرة ثم بعد ذلك بعد عصر يوم أمس كانت هناك أسراب الطائرات المسيرة التي تستخدم لأول مرة من الجنوب اللبناني بهذه الطريقة كانت أيضا في قاعدة عسكرية في جنوب حيفا وقبل قليل كانت هناك رشقة صاروخية بصواريخ نوعية وفقا لوصف حزب الله استهدفت مركز الإصلاح والتأهيل في القاعدة سبعة ألاف ومائتين جنوب حيفا وبالتالي هناك ثلاث عمليات نوعية كبرى نفذت في نطاق حيفا على مدار يوم أمس من بين 38 عملية نفذت من الجنوب اللبناني على مدار اليوم وأيضا على كافة الجبهات في أعلى وطيرة للعمليات في يوم واحد منذ بداية التصعيد على الجبهة الجنوبية اللبنانية في الثامن من شهر أكتوبر من العام الماضي العمليات صارت اليوم على عدة محاور المحور الأول هو التصدي لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي حاولت التواغل برا وكان هذا التصدي عبر إما تفخيخ عدد من الطرق أو تدمير واستهداف عدد من الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية وتجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ والقزائف المدفعية والمحور الثالث هو كان الاشتباكات المباشرة من النقطة صفر وتكرر هذا الأمر في عدة بلدات في كفريكيلا في منطقة بوابة فاطمة وأيضا في منطقة حولة وفي منطقة أكثر من منطقة منطقة راميا في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني وفي منطقة أيضا عيت الشعب في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني كانت هناك محاولات كثيرة وعديدة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي للتواغل برا وخصوصا أن هذه العمليات عمليات التواغل تتم عبر قوات مشاه ولا تزال الالتحامات المباشرة والاشتباكات المباشرة تدور حتى الآن في مناطق القطاع الشرقي والقطاع الأوسط من الجنوب اللبناني هذه العمليات مستمرة وأيضا عمليات سواء الاشتباكات المباشرة أو العمليات بالقزائف المدفعية نسمع في هذه الأثناء قصف مدفعي من قابل جيش الاحتلالي الإسرائيلي لبلدة الخيام وبلدة كفر كلا والعديسة وهذا يعني أن جيش الاحتلال ربما يقوم بعملية إسناد لقواته التي تتوغل برا في هذه المناطق وسط اشتباكات ضارية تجري الآن في هذه الجبهة المحور الثاني لعمليات حزب الله تمثل في استهداف المواقع العسكرية المتاخمة للحدود الجنوبية اللبنانية والتي يتخذها جيش الاحتلال الإسرائيلي كمقرا لتنفيذ عملياته البرية والتواغل برا في الأراضي اللبنانية علما بأن هذه المواقع ومستعمرتها تحولت إلى مناطق عسكرية مغلقة على مدار الأيام الماضية في إطار العملية البرية كانت هناك العديد من العمليات التي استهدفت هذه المواقع ومن بينها كفارج العادي ومسكاف عام وعدد من المواقع من بينها أيضا برانيت والكثير من المواقع التي تم استهدفها وخصوصا موقع المنارة الذي كان الأكثر تعرضا للقصف على مدار ساعات يوم أمس بالفعل خمسة عمليات نفذها حزب الله باتجاه هذا الموقع في رشقات صاروخية متتالية استهدفت هذا الموقع هذا الموقع له أهمية خاصة لأن من هذا الموقع قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة التواغل برا نحو القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني ومناطق أيضا في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني علما بأن هذه القوات تتقدم برا عبر قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإحداث بعض الخروقات وأيضا تدمير جزء من السياج الحدودي الفاصل بين الأراضي اللبنانية والأراضي الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل منها جيش الاحتلال برا وأيضا تدخل بعض الدبابات وكان هناك دبابات احتمت بمقر لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في منطقة رميا وقبل قليل أيضا تكرر هذا الأمر في منطقة حولة في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني وهو ما أصار استياء القوة الأممية التي تعرضت إلى القصف كان هناك تطور نوعي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو استخدام القنابل العنقودية في الرشقات الصاروخية وأيضا الاستدافات التي تمت في مناطق في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني والقطاع الأوسط أيضا وتحديدا بلدة حنين والطيري في القطاع الأوسط للجنوب وبلدة كفرشوبة وشبعة في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني في تطور يحدث الأول مرة علما بأن القنابل العنقودية هي قنابل شديدة الانفجار وهي نوعية من القنابل المحرمة دوليا وكان هذا الأمر مصار استياء للدولة اللبنانية على مدار الساعات الماضية المرحلة الثالثة أو المحور الثالث الذي نفذه حزب الله في عملياته وهو استهداف مواقع عسكرية ومرابض لمدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي في عمق المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي وربما العمليات الثالث التي نفذت تجاه حيفة ونطاقها كانت من بين هذا المحور الذي ركز عليه حزب الله بكسافة اليوم وبالتالي على مدار يوم أمس كانت الرشقات الصاروخية الأكبر عددا والأكثر تأثيرا والأكثر أيضا قدرة على التفجير أطلقت من الجنوب اللبناني في يوم التصعيد الكبير على الجبهة الجنوبية اللبنانية سواء على المستوى البري أو أيضا على مستوى العمليات التي تنفذ من الجنوب طيب أحمد من مجمل ما أشرت إليه من استهدافات متبادلة ولو أن أمامك خريطة لجنوب لبنان أي نقاط ما زالت إسرائيل وجيش الاحتلال الإسرائيلي تحديدا يحاول اختراقها على الأرض ويركز عليها بشكل مستمر حتى الآن وضعا في الاعتبار أنه لم ينجح طبعا في أي تواغل بري أو أي دخول بري نعم الحدود اللبنانية مع الأراضي الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي تستمتد لمسافة تصل إلى 120 كم بدءا من نقطة البحرية الفصلة بين البلدين في النقورة ووصولا إلى مزارع شبعة أو منطقة شبعة التي نحن بالقرب منها في هذا القطاع الشرقي القطاع البحرية أو من النقطة البحرية في القطاع الغربي للجنوب اللبناني وحتى هذه النقطة التي نتواجد فيها الآن هذه المسافة ربما تمتد لمائة وعشرين كم جيش الاحتلال الإسرائيلي حاول اقتحام عشر بلدات لبنانية على طول هذا الشريط الحدودي كانت البداية من هنا من القطاع الشرقي للجنوب اللبناني حاول التقدم برا في العديسة ثم كفر كلا ثم أيضا مناطق في الحولة وفي ميس الجبل في القطاع الأوسط للجنوب اللبناني حاول من رمية ومن مارون الراس ومن يارون وأيضا عيت الشعب مؤخرا في القطاع الغربي والقطاع الذي يضم الشريط السحلي للدولة اللبنانية حاول في رأس النقورة وأيضا في منطقة اللبوني على مدار الأيام الماضية ربما كانت عمليات استطلاع كبرى ينفذها عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين يحاولون التوغل برا في الأراضي اللبنانية ولكن جيش الاحتلال يحرص على دخول قوات مشاه فقط دون آليات إلا في أضيق نطاق علم بأن التجربة في عام 2006 كانت في حرب تموز عام 2006 كانت مختلفة كان هناك اقتحام بالدبابات والآليات ولكن هذه المرة الاعتماد الأساسي على قوة المشاه لأن الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية تعد أهدافا سهلة على الأراضي اللبنانية وخصوصا بعدما اكتشف جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه لم يتمكن من القضاء على القدرات العسكرية لحزب الله في الجنوب اللبناني ووجد مقاومة شرسة في كافة محاور التقدم فبالتالي الاعتماد الأساسي على القوات الراجلة القوات الراجلة تدخل إلى الأراضي اللبنانية في الأودية لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى المناطق الإستراتيجية أو التلال المرتفعة التي يمكن من خلالها السيطرة أو إتمام عمليات الرصد في محيط هذه المواقع أو الدخول إلى البلدات اللبنانية ما بين السياج الحدودي وما بين البلدات اللبنانية هناك مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية وأيضا الحدائق والمناطق الشجرية فبالتالي جيش الاحتلال من خلال قواته البرية وقوات المشاة يتوغلون في هذه المناطق وهذه الأودية سعيا للوصول إلى أي من التلال الاستراتيجية وقبل الوصول إلى هذا التلال يكون إما الطريق مفخخ بقنابل تؤدي إلى إصابات كبيرة بعد انفجارها في قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أو تكون هناك قزائف مدفعية وقزائف صاروخية تسقط على هذه القوات التي تحاول التقدم وإما أن تكون هناك اشتباكات مباشرة كتلك التي تدور الآن حتى هذه الأثناء في عدد من البلدات في الجنوب اللبناني جيش الاحتلال الإسرائيلي حاول إدخال عدد من الدبابات والأليات كانت هناك محاولة للدخول بدبابة من طراز مركافة في موقع رأس النقورة وتم استهداف هذه الدبابة بصاروخ موجه مما أدى إلى مقتل طاقمها بالإضافة أيضا إلى إصابة ثلاث طواقم حضروا من أجل إجلاء هذه الدبابة وإجلاء أيضا طاقم الدبابة فكلما يأتي طاقم أو فريق لمحاولة الإجلاء يتم استهدافه وظل هذا الأمر أربع مرات متتالية خلال ثلاث ساعات فبالتالي كانت هناك خسائر فادحة جيش الاحتلال حينما حاولت دخول إلى منطقة رمية ودخل بالدبابات بالفعل ولكنه دخل بالدبابات إلى مقر قيادة قوة الأمم المتحدة المعقتة في لبنان في منطقة رمية وذلك للاحتماء واتخاذ جنود اليونيفيل في الجنوب اللبناني كربما كسطار أو كرهائن بشرية وكدروع بشرية بالفعل كدروع بشرية للتسطر خلفها في هذه العملية لأن جيش الاحتلال يعلم أن حزب الله لن يستهدف مقرات اليونيفيل في الجنوب وحينما كانت هناك اتصالات بين اليونيفيل وقيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي للخروج من هذا الموقع خرجت بالفعل الدبابات وتم استهدافها بعد الخروج كان هناك أيضا استهداف لآلية مدرعة في منطقة رمية ومحيطها وبالتالي دخول الآليات العسكرية والدبابات إلى الجنوب اللبناني هو من الأمور الصعبة لجيش الاحتلال في هذه الأثناء نظرا للطبيعة الجغرافية وبالتالي الاعتماد الأساسي على قوة المشاه التي تحاول التواغل برا وربما هذا يفسر أيضا سبب الارتفاع في أعداد القتلى والجرحة في صفوف جيش الاحتلال في المعارك البرية الدائرة ربما التقديرات الأولية تقول أن هناك عشرات القتلى والجرحة في صفوف جيش الاحتلال جراء المعارك التي دارت على مدار الساعات الماضية فقط في الجنوب اللبناني وخصوصا أنها كانت من أعمى في المعارك منذ بداية العملية البرية من حصبيا في الجنوب اللبنانية زميل أحمد سنجاب شكرا جزيلا لك أحمد حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش من أن أي هجمات على قوات حفظ السلام الدولية قد تشكل جريمة حرب ذلك بعد أن اقتحمت دبابتان إسرائيليتان بوابات قاعدة لقوات يونيفيل في جنوب لبنان قال متحدث باسم الأمم المتحدة أن جوتيريش طالب جميع الأطراف بنفئهم الجيش الإسرائيلي بالإحجام عن أي أعمال تعرض قوات حفظ السلام للخطر وضف أن قوات يونيفيل تتخذ جميع الإجراءات الممكنة لضمان حماية قواتها لحفظ السلام لقراءة هذا البيان وهذه تصريحات من الأمم المتحدة ومن أنتونيو جوتيريش أمين العام الأمم المتحدة أنضم إلينا من نيورك ياسر نور الدين مراسل القيرة الإخبارية أهلا بك ياسر يبدو من اللغة المستخدمة من قبل المتحدث باسم الأمين العام بأن الأمم المتحدة منزعجة لقيام إسرائيل بهذه الاقتحامات لقوات يونيفيل والاحتماء بها واتخاذها دروعا بشرية إلى أي درجة هذا الأمر فعلا مقلق وماذا قالت الأمم المتحدة والأمين العام في هذا الخصوص؟ خالص التحية لك ياسر والسادة المشاهدين بالفعل هناك انزعاج شديد من الأمم المتحدة وعلى رأسها الأمين العام أنتونيو جوتيريش والذي عبر أكثر من مرة عن هذه الاستفزازات الإسرائيلية والتي لم تعود تستفز فقط الشرق الأوسط ولكنها تستفز كل دول العالم عبر جوتيريش عن طريق المتحدث باسم الأمين العام دوجيريش بأنها تعتبر جريمة خرب التعدي على قوات حفظ السلام اليونيفيل صرح أنتونيو جوتيريش ياسر لأكثر من مرة ليس فقط في التصريحات الأخيرة ولكن أمام مجلس الأمن في جلسته الأخيرة وقبل الأخيرة وكذلك في بيان عام بأنه لا بد من حفظ هذه القوات والتي لم تذهب لهذه المنطقة للتقاتل ولكنها ذهبت لحفظ السلام هذا المعنى أيضا أكدت عليه كاملة هاريس بأنها تشعر بخزي كبير من خلال التعدي على هذه القوات هذه القوات التي جاءت للعلم ياسر في العام 1978 هناك أيضا من المسؤولين في أيرلندا حيث أن هناك المئات من الجنود لدولة أيرلندا شعر المسؤولون أيضا بقلق شديد على قوات حفظ السلام اليونيفيل وعبروا على هذا الضيق من خلال كبار المسؤولين في أيرلندا أيضا رئيسة الوزراء الإيطالية كذلك جورجيا ميلوني قد أكدت على أنها لا تقبل مثل هذه الاعتداءات حيث أن إيطاليا أيضا تعتبر من الدول الهامة التي لها قوات كبيرة في هذه المنطقة من العالم أيضا كانت هناك التصريحات التي جاءت من خلال كل الدول المشاركة والدول المتواجدة في قاعة الاجتماعات الأخيرة في مجلس الأمن على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والذين داعوا بشكل صريح أن تتوقف إسرائيل بما في ذلك أيضا الولايات المتحدة الأمريكية أن تتوقف إسرائيل عن مثل هذه الأفعال والتي جعلت أيضا بعثة الأمم المتحدة المتواجدة في جنوب لبنان أن تقدم تقريرا للأمين العام أنطونيو جوتيريش تتهم فيه القوات الإسرائيلية بأنها قامت بقصف المقرات الخاصة بها وقامت بقصف أبراج للمراقبة خاصة في منطقة النقورة وبعض الأحياء والأماكن القريبة منها كانت أيضا الأخبار تلو الأخرى ياسر التي يعني تودي بمقتل بعض من هؤلاء القوات وآخرها القصف الذي كان منذ يومين أثر كثيرا على القرارات التي خرجت على لسان والبيانات التي خرجت من الأمين العام الذي تحدث بشكل مباشر على أنه لا بد من الكث من الجانب الإسرائيلية خاصة وأسماهم بالإسم بأن على إسرائيل أن تتراجع عن مثل هذه الأفعال وأن هناك انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وعلى إسرائيل والأطراف المتناحرة في هذه المنطقة أن تراعي القانون وتلتزم القانون الدولي والقانون الإنساني من نيويورك ياسر نور الدين مراسل القرارة الإخبارية شكرا لكل هذه الإضاحات ياسر شدد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان دون تأخير وخلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيم ميقاتي أكد ماكرون تضامنه مع لبنان في هذه المحنة الأليمة ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد العسكري من جانبه أكد ميقاتي أن الأولوية الحالية هي وقف العدوان الإسرائيلي وعودة النازحين إلى مناطقهم وتطبيق القرار ألف وسبعمائة وواحد بشكل كامل أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد واحد وخمسين لبنانياً وإصابة مائة وأربعة وسبعين آخرين في غارات شنتها طائرات الاحتلال على مختلف مناطق الجنوب أمس فادت الصحة اللبنانية بأن مناطق القصف المستهدفة شملت جنوب لبنان والنباطية والبقاع وبعلبك جبل لبنان أضفت أيضاً أن حصيرة الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان وصلت إلى ألفين وثلاثمائة وستة شهداء وعشرة ألاف وستمائة وثمانية وتسعين مصابة أعلنت هيئة البث الإسرائيلي أنه على المستوى السياسي صدرت تعليمات للجيش بوقف الغارات على العاصمة اللبنانية وذكرت الهيئة أن قرار وكف الغارات جاء عقب اتصال جرى بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الرئيس الأمريكي جو بايدن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في الأثناء أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن عشرين فلسطينيا استشهدوا بينهم أطفال جراء قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات أفادت مصادر طبية بأن دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفة على مدرسة تلقى إليها عائلات فلسطينية وقد هرعت فرق الطوارئ إلى المخيم لإسعاف المصابين جراء الهجوم وقد استشهد في العدوان على المدرسة ثمانية من عائلة واحدة لمعرفة آخر الأخبار حول هذا الاستهداف الأخير من خان يونس بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية نضم إلينا الآن بشير فيما يتصل بهذه المجزرة الجديدة إنجاز التعبير الجديدة القديمة أمر أصبح متكررا وللأسف معتدا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي معظم الضحايا كانت المشاهد تشير إلى أنهم أطفال كانوا ربما يلعبون في فناء هذه المدرسة ما التفاصيل حول هذه العملية الأخيرة من جيش الاحتلال تحية لك ياسر وبالفعل كما أشرت فقد باتت هذه المدارس التي تأوي النازحين الفلسطينيين هدفا متكرر لطائرات الاحتلال الإسرائيلي ومجازر ترتكب بحق النازحين الفلسطينيين في داخل هذه المدارس استشهد في المجزرة الأخيرة التي استهدفت مدرسة المفتي في مخيم النصيرات ما يقرب من 22 شهيدا 15 شهيدا منهم من الأطفال والنساء بالإضافة إلى إصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة الواضح كما نقلنا من مشاهد ومن صور بأن المعظم من هؤلاء الشهداء هم من الأطفال الذين قد جاءوا إلى هذه المدرسة مع عائلاتهم وذويهم عقبما دمر الاحتلال الإسرائيلي وقصف مناطقهم واضطروا للعيش في داخل هذه المدرسة جراء هذا العدوان الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة اليوم قامت دبابة إسرائيلية بإطلاق عدة قذائف باتجاه هذه المدرسة التي تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونور ومما أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من مبنى هذه المدرسة وسقوط هذا العدد الكبير من الشهداء حقيقة من عدة عائلات مختلفة هم نازحين يعيشون في داخل هذه المدرسة من بين القصص ومن بين الشهداء الذين سقطوا في داخل هذه المدرسة هو طفل لم يتجاوز عمره العام الواحد ولد في داخل هذه المدرسة واستشهد أيضا في داخل هذه المدرسة جراء هذا القصف الإسرائيلي الذي طال مخيم أنه صيرت الحقيقة أن هذه المجزرة ليست الوحيدة التي ارتكبت بحق الأطفال في هذا اليوم أيضا سبق هذه المجزرة مجزرة أخرى في مخيم الشاطئ إلى الغرب من مدينة غزة حيث استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مجموعة من الأطفال الذين كانوا يلعبون في داخل هذا المخيم مما أدى لارتقاء خمسة شهداء من الأطفال وإصابة أنحو خمسة عشر آخرين بجراح متفاوتة الخطورة الواضح من هذه الاستهدافات بأن الأطفال والنساء والمدنين هم هدف الاحتلال الإسرائيلي في هذا العدوان الإسرائيلي المتصاعد على القطاع طيب هو كمان بشير بالنسبة للأخبار التي تحدث عن وصول قوات الإسرائيلية أو استمرارها في التوسع في الشمال القطاع الدبابات وصلت إلى الأطراف الشمالية لمدينة غزة السكان هناك يتحدثون أنه تم دك أحياء كاملة وهذا أكبر الكثير من السكان على مغادرة المنازل وتقريبا أصبح هناك عزلة بين بيت حنون وجبالية وبيت لهيا في أقصى شمال القطاع الحقيقة ياسر ما يجري في شمال قطاع غزة هو عملية إبادة حقيقية لسكان الفلسطينيين الذين لا زالوا في مناطق شمال قطاع غزة الآليات العسكرية الإسرائيلية حقيقة تطوق مخيم وبلدة جباليا في الشمال بالآليات العسكرية الإسرائيلية على مدار أسبوع ماضي لكن الطيران الحربي الإسرائيل الذي يشكل تغطية نارية لتلك الآليات الإسرائيلية العاملة على الأرض تقوم بقصف كل شمال قطاع غزة ليس فقط على صعيد جباليا إنما كذلك على صعيد بيت حنون وبيت لهيا في أقصى شمال القطاع بالإضافة إلى القصف الإسرائيلي المتكرر الذي يطال مدينة غزة بأحيائها هذا الغطاء الناري والقصف الإسرائيلي المتواصل من المدفعية وكذلك من الآليات العسكرية الإسرائيلية باتجاه مخيم جباليا أوقع العشرات من الشهداء الفلسطينيين الحقيقة الذين أيضا لا تزال جثامين العشرات منهم ملقا في شوارع منطقة جباليا لا تستطيع التواقم الإغاثية من الوصول إليهم وانتشالهم نظرا لكثافة النيران الإسرائيلية وكذلك لأن هذه التواقم الإغاثية سواء سيارات إسعاف أو سيارات تتبع لجهاز الدفاع المدنية باتت مستهدفة في هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل وكذلك أيضا هناك العشرات من العائلات الفلسطينية لازلت محاصرة في داخل منطقة جباليا لا تستطيع الخروج من تلك المنطقة رغم أن الاحتلال الإسرائيلي يروج دائما بأنه قد وضع ممرا إنسانيا لخروج السكان الفلسطينيين من داخل تلك المنطقة إلا أن الطائرات المسيرة تلاحق كل من يتحرق في منطقة الشمال قطاع غزة في داخل مخيم جبالي أو في تلك الممرات الإنسانية التي يتحدث عنها الاحتلال الإسرائيلي وتقوم تلك المسيرات بملاحقتهم وإطلاق النيران عليهم مما أدى لاستشهاد العشرات من الفلسطين أثناء محاولة الخروج من منطقة الشمال قطاع غزة وبالتالي أكذوبت أن يكون هناك ممرات إنسانية آمنة هي باتت واضحة للعالم تماما كانوا يتحدثون بشيرة عن مسألة الانتقال بين بيت حنون وجبالية وبيت لاهية في أقصى الشمال وبين مدينة غزة من خلال تصاريح أمنية من قبل جيش الاحتلال يعني كانوا يتحدثون عن هذا الأمر يعني هل هذا مطبق على الأرض فعلا؟ سريعا إذا سمحت يعني الاحتلال الإسرائيلي قد طالب هؤلاء السكان بالخروج عبر ممرات أو طرق قد حددها وقال بأنها مناطق آمنة إلا أن ما يحدث على الأرض هو مخالف لذلك تماما لا يوجد أي منطقة آمنة أو ممر يحاول الفلسطيني الخروج منه في تلك المناطق إلا ويستهدفون في داخل تلك الممرات ولا يوجد أي منطقة آمنة في قطاع غزة أشكرك شكرا جزيلا من خاني يونس بشير جابر مرسل القائرة الإخبارية وللمزيد من المتابعة مشاهدين حول الاتصال الهاتفي بين رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيم ميقاتي ورئيس الفرنسي الذي أكد خلاله ماكرون تضامنه مع لبنان في هذه المحنة الأليمة داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد العسكري ينضم إلينا من مارسيليا مرسل القائرة الإخبارية زميل خالد شقير أهلا بك خالد الكل يعلم طبيعة خصوصية العلاقة بين فرنسا ولبنان كيف ينعكس ذلك فعليا على اهتمام الرئاسة الفرنسية وما أهم ما دار خلال هذا الاتصال الهاتفي بحسب ما صادر من الإليزي نعم ياسر بعد التحية تتابع فرنسا بمزيد من القلق التوترات على الجبهة في جنوب لبنان ولهذا حسب بيان الإليزي كان هناك اتصالان اتصال الأول كان برئيس الوزراء المنتهية وولاياته نجيب ميقاتي وأيضا بالرئيس الإيراني طلب الرئيس إيمانويل ماكرون من رئيس الوزراء اللبناني بأهمية عدم إطلاق حزب الله لسواريخ تجاه إسرائيل وأهمية التهدئة وكان هو نفس الطلب من الرئيس الإيراني حسب قصر الإليزي ماكرون طلب من الرئيس الإيراني أهمية ممارسة الضغط على حزب الله حتى لا يكون بإطلاق السواريخ على إسرائيل في محاولة للتهدئة وجاءت هذه الرسالة حتى لا يتهم إيمانويل ماكرون بأنه يخيل بميكيالين حيث أنه من خلال رسالته من خبرص كان قد طالب ورفض الاعتداءات الإسرائيلية أو الاعتداءات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قوات اليونيفيل في جنوب لبنان وكانت هناك رسائل شديدة اللهجة طارة من الخارجية الفرنسية وجون نويل بارو وجبها الخارجية عندما اتهم ما تقوم به إسرائيل بأنه السبزاز وعندما تم وصف أو تحويل لبنان إلى غزة أخرى حسب التصريحات الإسرائيلية هذا الموقف الإسرائيلي كان مرفوض من قبل الحكومة الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون الذي ياسر تتذكر في نهاية مؤتمر الفرنكوفوهية كان قد طالب بعمل مؤتمر خاص لدعم لبنان والمؤتمر سينعقد في الرابع والعشرين من هذا الشهر ولكن يبدو أن الأجواء الآن والتصاعد الذي يحدث بين إسرائيل من ناحية وحزب الله من ناحية أخرى والأجواء والساعات الأخيرة هي ساعات مشحونة ولهذا جاء هذا الاتصال سواء برئيس الوزراء نجيب ميقاتي اللبناني وأيضا بالرئيس الإيراني هي محاولة فرنسية للحوار على الناحية الأخرى بعد أن أرسلت فرنسا رسائل شديدة اللهجة إلى الجانب الإسرائيلي الذي وصفه أحد أهم الصحفيين بجريدة ليفي جارو وهو جورج مالبرونو بأن إسرائيل تحظى على الدعم الأمريكي وهذا هو السبب القوة التي فيها بنامين ياتنياهو والذي يضرب بعرض الحائط جميع الطلبات التي جاءت سواء على لسان الأمم المتحدة أو على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أو على أيضا لسان رئيس الوزراء الإسباني وأيضا رئيسة الوزراء الإيطالية يبدو أن الساعات القليلة القادمة ستكون حاسمة هناك حالة من التخوف من الجانب الفرنسي بأن يمكن أن تكون هناك حرب إقليمية وهذه الحرب الإقليمية لن تترك أثرها فقط على المنطقة ولكن على جميع أنحاء العالم وهذا كان آخر تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون من كبروس حيث كانت هناك قمة الدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط ولهذا هناك حالة من حالات الاستنفار وتجري في الداخل الفرنسي ياسر الكثير من المظاهرات كانت بالأمس في نيس واليوم في ليون ومرسيليا وعدد من المدن الفرنسية كلها طالبت بوقف الاعتداءات من جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة وعلى لبنان شكرا جزيلا لزميل خالد شقير مرسل القاهرة الإخبارية متحدثا إلينا من مارسيليا أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إرسال منظومة ثاد لدفاع صاروخي لدعم إسرائيل كانت القيادة المركزية الأمريكية أشارت إلى أن وزير الدفاع لويد أوستين أجه بإرسال بطارية صواريخ من طراث ثاد مع تقم التشغيل الخاص بها إلى إسرائيل أوضحت دفاع الأمريكية البينتاجون أن نشر المنظومة المضادة للصواريخ الباليستية يهدف إلى تعزيز دفاعات إسرائيل الجوية في أعقاب الهجوم الإيراني على أراضيها في الأول من شهر أكتوبر الحالي رامي جابر من واشنطن العاصمة الأمريكية معنا الآن أهلا بك رامي بشكل واضح الدفاع الأمريكية تتحدث عن دعم إسرائيل وتعزيز دفاعات إسرائيل الجوية في مواجهة أي هجوم إيراني على أراضيها كنت في مداخلة سابقة رامي استمعت إليك وتوقفت أمام جانب مهم وأنه ربما يعني الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى منذ بدء المشكلة في الشرق الأوسط وهذا الصراع يكون لها أطقم على الأرض في منطقة الصراع هنا كيف ينظر إلى هذا القرار الأخير بإرسال هذه المنظومة الصاروخية حتى وأن كانت دفاعية كما أشرت أنت أيضا مرحبا ياسر بالفعل ينظر إلى هذه الخطوة باعتبارها أخطر خطوة تقوم بها الولايات المتحدة دعما لإسرائيل منذ بداية هذا الصراع منذ بداية هذا الصراع تعهدت الولايات المتحدة ألا تقاتل في الشرق الأوسط تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن لا يرسل جنودا أمريكيين على الأرض لا في غزة ولا في لبنان ولا حتى في إسرائيل حتى لا يفهم ذلك خطأا أن الولايات المتحدة تنخرط في الصراع ولا يشجع ذلك أطرافا إقليميين آخرين بين قوسين إيران ولا يخفى على أحد أن تنخرط هي الأخرى في الصراع ويتسعى الصراع أكثر ويتحول إلى حرب إقليمية هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها الولايات المتحدة جنودا أمريكيين على الأراضي الإسرائيلية منذ عام الف وتسعمائة وواحد وتسعين يعني نتحدث هنا عن أكثر من حوالي ثلاثة وعشرين عاما أو عفوا ثلاثة وثلاثين عاما لم تقم بها الولايات المتحدة بهذه الخطوة لأن هذه خطوة خطيرة وما يجعلها أكثر خطورة هي أن تحصل في خضم هذا الصراع هذا الصراع الذي بدأت فيه بوادر لدخول إيران على الخط من خلال الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل ومن خلال عزم إسرائيل الرد وتوقع أن يكون هناك أيضا رد إيراني على الرد الإسرائيلي تأتي الولايات المتحدة بهذه الخطوة وتضع جنودا تتحدث سين إن نقلا عن مسؤول أمريكي بأنهم سيكونون مئة جندي من القوات الأمريكية مع منظومة ثاد يجعلهم هدفا لإيران كما سمعنا من وزير الخارجية الإيراني الذي قال إننا ليس لدينا خطوط حمراء عندما ندافع عن أمن بلادنا وأن هذه الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة بعسب كلام المسؤول الإيراني خطوة في الاتجاه الخطأ وأنها تعرض أمنة وحياة جنودها للخطر هذه هي أكبر المخاوف الأمريكية الآن أو المنتشرة على الساحة الإعلامية الأمريكية على الأقل حتى الآن بخصوص هذا الأمر بالتأكيد هناك رد من الإدارة الأمريكية على ذلك وهي أن القوات قوات دفاعية لن تنخرط في هجوم أو في قتال مباشر لا مع إيران ولا مع غير إيران وأنها ستكتفي فقط بالدفاع وأنها لن تقوم بالهجوم على أي كيان أو على أي دولة أو على أي موقع أو هدف وأنها ستكتفي فقط بالدفاع عن إسرائيل مما يجعلها بعيدة عن إيران أعداء الولايات المتحدة داخل منطقة الشرق الأوسط ولكن هذه حسبة ليست مضمونة كثيرون يرون أن هذه القوات ستكون بالتأكيد مثل كثير من القوات الأمريكية في الانطقة ستكون بالتأكيد هدفا لأعداء الولايات المتحدة ولأعداء إسرائيل بالتأكيد شكرا جزيلا من واشنطن العاصمة الأمريكية لزميل رامي جابر ختام هذه المتابعة الإخبارية على رأس ساعة القادمة نشرة إخبارية مفصلة تفضلوا بالبقاء دوما معنا عبر أثير القيرة الإخبارية ترجمة نانسي قنقر